اتصدمت من عقوبة كهربا؟ آه كتير كتير نشر مباراة ومليون جنيه هتلغي السبعين أو الستين مليون لا دي حاجة والله كمان لا دي حاجة على الهتاف اللي كان في موشل قال لي وزا مالك لا ولا أصدق على عقوبة كهربا العقوبة كهربا بتاعت لاجلة الانضباط اللي تسربت اللي تسربت البليون جنيه والاثنشر مباراة كتير أوكب كتير احنا كنا بنقول أربعة متشاوات ست متشاوات دي يعني نهاية موسم يا أستاذ خدري واستحالة كهربا يرجع زي الرجوع ده تاني استحالة يعني ده عايز مش يزعق له نبي الانبياء كلها تزعق له فيها يعني انه 12 مطش كتير معرفش الفيفا موافق ان العيبي يتوقف 12 مطش كتير قوي ومعرفش هو الخبر ده صحيح ولا إيه اللي تسرب بس لو 12 مطش لا أنا شايفه بس هو السؤال أنا الأهل مستني إيه الأهل ليه ما دفعش لا دي ملاش علاقة دي بديها قصة مختلفة الدفع الدفع بتاع الغرامة بتاع التلفيفا ده حاجة كابتن ده موضوع تاني ده انت مش معنا ولا إيه لا مش معنا مع راق 12 مطش دي عشان زعلان على كهرامة حصل إيه على كهرامة زعلان على إيه قوي لا انت بس ده عرضة لجلة التظلماء لجلة الاستئناف اسمها الانضباط سرب أو خلاص بعتت رسمي إيقاف كهرامة 12 مباراة وغرامة مليون جنيه على الهتاف اللي حصل بعد مباراة الأهلي والزمالك طيب آآ طيب ياه 12 مباراة ومليون جنيه غرامة وما لو ما دفعش الغرامة الأصل الأولانية دي دي انسى هديت إيه قوي انسى تاني أنا فكرها دي 12 مطش عشان الغرامة عشان كده بسألك طيب 60 مليون وصول مليون فوقت دي دي حاجة تانية دي حاجة تانية 12 مباراة في الاستئناف النهاردة في لجلة الانضباط انت لك تعليم آه طبعا 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 هو الأول هي هي فين العقوبة الأول هي فين العقوبة نعم ما دي ايه تصريب لا يا فندم الأهل يوصلوا رسمي لا ما حصلتش أنا بقولك حصلتش ده فيه خبر رسمي صدر أنا بقولك ما حصلتش ده فيه تصريح رسمي من مصدر قروني يا فندم أنا بقولك ما حصلتش نتأكد أنا بقولك حتى الغاية ما اللي بنتكلم دلوقتي طبعا يا جماعة تصلوا بأي حد في النادي الأهلي مش مهم يدخل بس عشان يأكد انه وصلوا فعلا وفق ما نشر بأن الأهلي تلقى اختارا رسميا من لاجنة الانضباط بيقاف كهربة 12 مباراة وغربة مليون جنيه أنا معلوماتي لغاية ما عنا داخل تعرف احنا كل دي بحال لغاية ما احنا داخلين كده بس اعتبره حصل هيحصل لا اعتبره هيحصل مدام تصرب خلال ممكن بوكرة لا ما هونت مش هادر اعتبره حصل يا فندم ما نقوله ما نقولك ليه أصو التسريب على لسان يا فندم أنا عارف تسيب جيه ازاي وقصة جيه ازاي لا على لسان نائب رئيس اللجنة يعني هو تصريح رسم أنا فاهم القصة كلها جهت ازاي بس طبعا ما نفعش نتكلم فيها لكن هي ما يصحش أصلا عقوبة يبقى تسريب يعني أي عقوبة وإحنا قاعدين قاعدة كده نقول طب فلان هيتطلع فلان مش ده ما نفعش لكن لغاية دلوقتي برضو العقوبة ما مقدرش أقول العقوبة اعتبارها حصلت ليه طب ما احنا سمعنا من زمان ويقولت أنا هنا مع حضرتك إن في عقوبة على كهرباء وإن هما مخليينها لبعد ما تشو الهلال مش كلنا احنا قلنا كده وعارفيني إن فيه اتحاد الكرة مش كلنا انت اللي قلت أنا قلت والعقوبة من ساعتها وفعلا تنبوها بعد ما تشو والتحاد الكرة مخليها على فكرة احنا كلمنا الدكتور إهاب الكومي قبل الهوى واعترف إنه الاتحاد فعلا زمان انت بتقول تلقى اختار بالعقوبة من لجنة الانضباط بالإقاف 12 مباراة ومليون جنيه غرام طيب أنا بقول لك هو قاله ده حصل هو راس وهاب الكومي قال كده قاله ورجعناها لهم تاني احنا مش معنين بالإعلان انتوا المعنين بالإعلان وتاهد بقى في قصة مين يعلن أنا بقولك لغاية دلوقتي مفيش إعلان رسمي للعقوبة تمام دلوقتي احنا بنقول للعقوبة من بدري طب انت الحدث ده بقى له قديه بقى له شهور شهور طب انت دلوقتي انت مستقل ما هو انت الممطلة في الوقت ده كله اللي عملت قول كان بيدرس يا أحمد برضو ده لو اعدم لو في جنايات بس انت في نقطة طاية منك هو برضو كهرباء طعن في الفيديو وطلب ان في جهات رسمية تحلل هذا الفيديو وقال ان ده تركيب على صوتي تمام لو تفتكر ربما ان اللاجنة اخدت وقت فيه هذا الاجراء يعني بقى له مثلا لجهات المسؤولة زي التلفزيون انا بقول لك ربما اه انا ببني عليه الكلام ده تراهزت خلاصة في السبوع هيخلص مش ستتشهر ولا خمس تشهر ولا أربعة تشهر ليه ماشي ده قال لي بس ستشهر كاما أربعة تشهر حاجة كده حاجة كده من شعر واحد من شعر واحد مثلا يعني انت تدخل تلات تلات تشهر كتير كتير وخصوصا ان انا انا معلوماتي وما زلت مصر بها ان العقوبة من بدري وفي الدرجة في تحد الكورة وفي ده عايز خايف وده انا ما تكلمش الوقت ان هو يستحق ولا ما يستحقش انا بقول لك في التفاصيل طيب هو يستحق بقى العقوبة دي كبيرة ولا هي شايفها لا هي خصوصا ان عقوبات هي الاول وانا هسأل حضرتك هو كهربة غلت ولا ما غلتش مدام صدرت عقوبة غلت حتى لو غلت ماشي ماشي احنا نقول ما انا بقول لك انا التفاصيل اللي حواليها فيها حاجات كتيرا مش عجباني لكن غلت اه غلت دايمن هنا ما كنت انا حتى اقول لك كهربة كهربة من اجمد العيبة في مصر وركز بقى وما لكش دعوة انت تحتفل ايه اشمع لك هربة احنا السؤال احنا برضو مدام بنحلل العملية اشمع لك هربة اشمع لك هربة اشمع لك هربة ومشكلة مش عارف ايه طب انت لسه خلصت بره زيكاتي عادي جيل ما بيقول ما تخلص عشان تركس بالمال عبلاك اه ممكن طبعا انا معاي اتناشر كتير كتير يخلص بره ملاش علاقة بره ملاش علاقة ايه علاقة تركيزه بانه يخلص بره هو ماناك بياخده كل الاجراءات هو ايه اللي ملاش علاقة لا ايه علاقة ايش معنى هو اللعيب الوحيد اللي عنده مشكلة بره وجوه حبك لكهربا واسته الشابانة ما يخلقش يتخل لا معلاش 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 علاقة بالحب والكور لا امال ايه انا بتكلم ازاي انا بتكلم مش عالا كده برده لا انا برد على طيب انا ارد لاتبقول انا شخصيا حبك لكهربا اه تقديني فرصة بقى ارد بس تقول انا اردت لكات عب جليل لا ليك طبعا بس انت محب اه انا بحب تقول لعيب مقتهد لا بس محب كهربا ايوة لا مقتادش يا بايتين لا مقتاد لانه هو كهربا جامل بايتين بس عايزهول لك الحالة يعمل حالة يستاهل لا لا يستاهل بعد الرجع طبعا طبعا بس انا اصدق ايه انهم من حق اي طرف ان يستخدم كل السبل القانونية اللي في ايده الاخر لحظة ايه المانع يعني وانا قلت انا مش خالد ابو طيب يا فاند ازاي عمل كده كل بالي اللي كان في الاهلي وانا موافق على كلامك انا موافق وانا قلت لأ وانا قلت لأ وانا قلت لأ هسته بتقول يا احمد ايه ما يدفع عشان يراكد لا لا مش ده كلامي مش ده كلامي خالص لا 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 بص انا مش ده كلامي خالص لا ده بص ده ده فيلم لو اتعاد مية مرة مش هيحصل ان هو ييجي وكل ما تشي جيب جوهن وربنا يكريم يجوان على ماي ولا بص ولا في تاريخ تحسن تاني يعني ده اللي كانت على جيل بقولك لو توقف ده خلاص لا لا مش هيرجع تاني هو بقى قعد سنة ميلعبش برضو كابت لا بس المرادة بقى المرادة ايه حسابات الكورة اللي يقعد سنة ميلعبش كلام ده فاللي حصل معه اعجاز اعجاز انا ما بقولش الكلام اللي انا حضر لك انقصد انا بقولك انت بتدخل في مشكلة بتنفع عشان يركز لا انت ما هي ده مش تقرر تاني لو وفي ده مش القرر تاني اللي هو ربنا قربه مساعات ربنا بيتكرمك بتنزل في تيه بجول بتنزل في تيه بجول وتنزل يجيبها في العرضة انا بقولش يدفع المتفع عشان اقول اشمعنا مشاكل اشمعنا هنا مشكلة هنا مشكلة فوقت اللي بش مرة مشكلة يا فندم انت لعيب موهوب على عين وعراسل من افضل اللي هي بلاجبتلك مصف انا فهم انا بقول ركز مش كل يوم مشكلة اما انه العقوبة بتاعت الفيفا والكاس وحكام الرغضية والتين بليون دولار والفوائد والكلام ده هي دي مش وقت ده بتركيزه وكل كان تركيزه وقت ده ازاي ان كان الرجل مكسر لا 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 خلي بالك لا 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 مهما كان هو اعلى تركيز لكهرابا في تاريخه هو شهرين دول لا خلاص يفضل بقى فلعقوب على طول بيبقى انا مرفضاش بالتركيز طب ما يخش في مشكلة تالتة بقى عشان يركز اكتر مش تالتة هو معاة حق المحامين يا احمد هو بيستخدم كل ما يمتلكه وانا مقولتش يا انا مش بدافع ده في المشكلة هو اولا بس انا عايز انا بحلل الموقف بتاع الكهرابا بالنسبة لمحاميين اه محاميينه انا مش بقول انا رأيي شخصي هو كهرابا محامينه وجهة نظرهم بيستخدموا كل السبل وطرق القانونية للقصة دي بس انا لو ربنا وانا قلتها غير كده بس بس عشان وانا قلت ما يستخدمش وانا قلت ان شاء الله لغاية اخر يوم ان شاء الله يروح يده لهم فكة يده لهم مش عارف في بنك ايه ده شغل خانون ركز بقى ركز اصدقى ركز يعني شمعنا هو مش هو العاب تلالي مش كان الحداش للعيب شمعنا انت يا فندم لتلعت وشتمت وعملت ومش عارف ايه طب ما في عشرة تانين شمعنا العشرة تانين شمعنا ربنا مديني ومديني ربنا كرمك رجعت المنتخب والزمالك ما كانش لي داعي الهتاف ده خلاص بقى اللي ممكن يدخلك في اسمك دي بس انت دخلت وربنا كرمك ورجعت وحد يقوله اللي رجع متخب تاني ده حلم فركز بقى وانت دلوقتي 29 سنة داخل في 30 ما السنين بها تجري طب خلينا نقول الاستئناف لجنة اسف الانضباط الانضباط 12 مباراة حلم وبعتوا للاهلين انت بتقول لسه لو هنفترض انه النهارده الاعلان وهيطبق من النهارده او بكرة ايه هما الـ 12 مباراة ممكن كرمك يغيب عنه هتلموش بص يا سين سموحة لا خلاص سموحة هيلعب بكرة لها بكرة هيلعب يا كابتن طب ماشي سيراميكا انا بكامع المباراة لا استبكرة خلاص حتى لو كده حضرتك انا اقسف انبقى طبع بس هي القصة ما هي 12 لو اقال من 8 مش دار تستقنف انت 8 بتستقنف فبرضو قصة تانية مين قال لنا هتغيب كل ده ومين قال لنا هي هتردد 12 بعد تسري العقوبة بقى تحدى ان العقوبة تبقى 12 مباراة اه اتحدى من 6 الـ 8 اتحدى لو قررت تقف 12 مباراة اللي هو بتاع الانضباط اه ولا بعد بترجع للتظلمات لا في الاخر مستحيل يبقى 12 مباراة يعني ايه حصلت الوقت الوقت العقوبة تسربت والاهل هيبدأ يدغط من بكرة وحقه فاهمني لكن القصة مش هترسع يعني انت قصدك انه الاعلان الرسمي لما يتم سواء بكرة او بعد وقت ما يتم مش هنلاقى 12 لا طبعا لا طبعا متواخن لها قل من كده اه انا بقيده انا بقيده يعني التسريب اتحط 12 لا 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 ما تحطش وقد كان في تسريب فهتلاقي اسدع للسنة بقية اللجنة هللسنة في ايه اتلع تسريح الاسمي في قرار 24 كده صرحة المستشوات محمد شيرين فهمي لا مفيش تسريح والراجل لا يا فندم تسريح والراجل تسريح يا جماعة يا فندم مع انت راجل صحف كبير ايوه ممكن اختلف على خبر انا مش عايز اقول تفاصيل جات ازاي اوليك برزا لكن مفيش حد تلع محدش تلع صراحة كده قالك هنوقف قرارب 12 ما هو التصريح نزل بقية 24 لا يا فندم دي قاعدة خاصة دي قاعدة خاصة يا فندم دي قاعدة خاصة دي قاعدة خاصة هاتو التصريح نفسه اللجنة يا سيد محمد يعني هم ناس قدام محترمين جدا وراجل محمد شيرين ده حاجة قوية جدا بس ممكن الرياضة ما تبقاش بصي رأسيس خدري كشف المستشار محمد شيرين فاهمي قدامنا عشاش هوا نقر برئيس لاجت الانضباط قررت اللجنة ضد محمد عبد منعم كهرباء لعب نادي الآلي بعد وقات هتفته ضد نادي الزمالك قاعدة 20 فامي في تصريحات خاصة لقاعدة 24 لجنة الانضباط قررت اقاف كهرباء 12 مباراة وتغريبه مليون جنيه واوضح نايب رئيس لجنة الانضباط في حديثه قررت اللجنة ايضا حرمان رئيس نادي الزمالك من حضور المباراة 3 شهر وتغريبهم 300 ألف جنيه وابلغنا اتحاد الكرة بازي العقوبات وامنا عليه مسؤولية الاعلان عنها نحن لسنا جهة اعلان قد التصريح كمان تصريح 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 منه بس انا بقول لك ما فيش قرار رسمي طلع وانا بقول لك اما يطلع ماشي هو مبعوط اقصد ده مش اجتهد اقصد ده تصريح مش اجتهد اه على لسان لا ما انت فهم ممكن هي قصة قد في قاعدة خاصة في قاعدة خاصة انا بحكي معاك كده بقول لك انت يا شبان انت اقول لي انا الصبح انا نويت انا في الاهرامة فلان هيكتب فلان هيخليه هشيل العمود هشيل اترمت في مين يعني انا اساس خدري اترمت في حيط منطقة طب احنا هنجيب الزميل هاني عم صبور اه هو اللي مسك القسم اللي راضي في القرار البقاء عشرين او الزميل محمود يريد ان نوضحها رئيس التحرير اه عشان موحة سيراميكا بيرامدز الزمالك امبي حرس الحدود اه الاسماعيلي الاتحاد السكندالي طلع الجيش فلتشر المصري الزمالك طب انت بتتكلم افريقيا الاهلي لاعب لا افريقيا لا لاعب عشرين مباراة فتناشر الدوري كل اربعة وثلاثين الدوري اه الدوري اه وعمل ما هو بكرة هيلعب خلاص بس هو الدوري وكاس لو كاس الجديد في النص هيخش فيه واعتقد السوبر لو كاس الجديد هي الاهم عاجل السوبر مش ال لو كده لكن هي القصة بس فيه نقطة قالها البصر عدل الشرباجي رئيس اللاجرة التزلمات قال انه مجرد تقديم التزلم يوقف من اللعب خلال عشر ترجعين بيتوقف القرار الحكم لحين البدت بقى في التزلم عارف بقى لو قال لي من 8 متشات خلاص 6 متشات 7 متشات هيتوقفهم من بكرة ما نعملش كابلا كان 8 متشات لا عادي بقى وعمل تظل لا عمل تظل ايه لا عمل تظل هو لا حاجة لا وخد بدل 8 متشات خد 3 شهور ده خد 10 متشات عادي يا العادي دي مش مشكلة بس خد 3 شهور وامام عشور برطة